محبة الله للبشر طالما إلها مصدر فإيه اللي عاوز يوصلنا من خلال هذه المحبة هذه المحبة ليست شعور فقط لكنها محبة تريد هذه المحبة هي محبة عملية يعني إيش تريد محبة تريد يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات اللي المسيح أعلنها في إنجليو حنى صح 10 وعدد 10 يقول أما أنا عندما يقارن المسيح نفسه بالأنبياء الآخرين يقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل جاء المسيح علشان يعطي حياة فهي محبة تريد أن تعطي تريد هناك إرادة صالحة عند الله الدافع ليها هو المحبة هو الحب أن هو يريد أن يعطي الصالح لنا إنها تشتاق أن تمنحنا أعظم حياة لكن ليست تريد فقط لكن تصنع لو يريد ولا يصنع فإحنا برضو ما خدناش حاجة يعني هو عنده رغبة عنده الإرادة لكن كمان عنده القدرة على تتميم هذا الشيء تمام بيمد إيده علشان يعطي ويقول الكتاب المقدس كاتب مزمون 145 عدد 15 و16 عندما يتحدث إلى الله يقول له أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه تفتح يدك فتشبع كل حي رضا الخير من عنده وكمان الخير من عنده وهو يعطيه قال الله يملك الخير ويعطي الخير علشان كده هو الكتاب المقدس يتحدث كثيرا عن عطاء الله وبركة الله ونعم الله ووجود الله وإحسناته اللي بيقدمها علشان يسعدنا إحنا كبشر موسيقى هده موسيقى موسيقى موسيقى